كيف تأقرأ اليوم تفاصيل اجتماع قاني مع الفصائل التي كشفت عليها رويتر هناك مخاوف من سفك الدماء الأمريكية هذا ما قلت ونوهت عنه أنه هناك خطوط حمراء قد تم تجاوزها في عملية الاستهداف الاستهداف المباشر للمصالح الأمريكية واستهداف جنود أمريكان وفي موقع خارج قواعد الاشتباق في الجانب الأردني أكيد سوف يشعر واشنطن بالحرج وخصوصا أن واشنطن في فترة انتخابية حرجة والرئيس بايدن يحاول أن يحصل على الكسب ناخب الأمريكي لأنه فقد الكثير من الأصوات في الفترة الأخيرة وخصوصا مع عمليات غزة وما يحدث من الاستهدافات للجنود الأمريكان هذا الاستهداف هو الذي غير المعادلة فأتوقع أن الجانب الإيراني قد استشعر خطرا حقيقيا قد يصل هذا الاستهداف إلى الداخل الإيراني وإيران لا تريد أن تفتح جبهة حقيقة مع الجانب الأمريكي لأنها في وضع أيضا لا يسمح لها حاليا في ظل الوضع الاقتصادي المترهل في ظل العقوبات في ظل كثير من الأمور هي تبحث عن الحصول على مكاسب من الجانب الأمريكي وليس الخوص في صراعات دفاع الجانب الإيراني سواء عن طريق قاءاني أو غيره من قيادات الحرس الثوري هو من جعله أن الفصائل تقف في هذه الفترة بدون أي استهداف للمصالح الأمريكية لكننا لا نطمئن أن هذه الهدنة قد تستمر إلى فترات أبعد لأننا نتعامل مع المتغير الموجود على الأرض وإذا ما حصل أي متغير فممكن أن نرى أن هذه الاستهدافات قد تعود طيب